تسببت الأمطار والخيرة التي شهدتها مدينة جيجل في ظهور بعض التشققات وتصدعات تقول داخل عمارة سكنية بحي أول نوفمبر وسط المدينة حيث وبالرغم من كون هذا الحي أجمل الأحياء إلا أن حياة السكان هذه العمارة أضحت مهددة خاصة بعد تساقط قطع اسمنتية من السقف العلوي للعمارة نهيك عن التشققات التي مست مختلف الطوابق والمحيط الخارجي لها أيمن عبد الرحيم أبتصر أرزمو ما كانش لولادة صغار بسمو طيخهم هذيك خرجوا الجيران كامل كل كباش تتاحل لها هذيك أرزمو كوسك ما كانش لولادة صغار هذيك واسينو كانسك حا نجمسكون دموتهم لولادة هذيك دفوا بأجمل حفي وليه يجيجل ومش تشوف الدنيا هلونذار خدموا البيئة والسيء والآض هي مداروه هش ترجمة نانسي قنقر